طيب أنا عايزة يعني كده نتكلم يعني كثيرا من المشاهدين والمواطنين العاديين لما رأوا القمة الصينية العربية اللي كانت موجودة في الرياض وأيضا وجود مصر أعتقد يعني مصر أيضا عضو في أحد البنوك الذي يوازي ويماثل البنك الدولي خلى المشاهد والمواطن بشكل عام يقول هو أنا ممكن أمد إيدي للصين وهي تبقى بديل لحل أمريكي وبديل لبنك دولي أحيانا وقدر أعمل شكل جديد للاقتصاد في ظن وتقديري أن السياسة الخارجية المصرية هي سياسة متوازنة دائما وأبدا تميل لمبدأ الحياد الإيجابي منفتح على كل الأطراف مصر تريد تحقيق مصلحتها الاستراتيجية سواء من خلال علاقتها بروسيا علاقتها بالإدارة الأمريكية علاقتها بالصين على اعتبار أن هذه العلاقات من المفترض أن تحقق أكبر الاستفادة الممكنة سواء من ناحية العائد على اعتبار أن أيضا الدولة المصرية لها تجربة رائدة وملهمة وأصبحت قبلة للمستثمرين العرب والأجانب وبالتالي من الممكن جدا أن نشاهد استثمارات أجنبية وبمبالغ كبيرة جدا داخل الدولة المصرية نتيجة البيئة التشريعية الجيدة نتيجة حجم البنية التحتية التي تم تتشينها على واقع الأرض نتيجة أن مصر الآن تحقق أعلى العوائد الاستثمارية الكبيرة لأي مستثمر يأتي إلى الدولة المصرية لكي يستثمر وبالتالي الشراقات ما بين الصين وما بين مصر وما بين مصر والإدارة الأمريكية أو روسيا تأتي في إطار تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الدولة وبالتالي السعي المصري اللي انفتاح على كل الأطراف هي رؤية حكيمة ورشيدة من القيادة السياسية المصرية وده اللي احنا بنشاهده يعني علاقات جيدة جدا مع الجانب الصيني وتتشين محطة الضبع النووية من وقت حتى كورونا من وقت كورونا يعني لو تفتكر كانت في طائرة مصرية ذهبت أيضا إلى الصين أنا أتذكر كلمة مهمة جدا للرئيس بوتين أثناء نعقاد القمة في سوتشي القمة الأفريقية الروسية وقال لو لا الدور المصري ولولا القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي وهذا ليس كلاما ده يعني موجود ما كانت هذه القمة كانت نجحت لأن روسيا سعت أكثر من عشرة أعوام لكي يتم إقامة هذه القمة والآن هناك رغبة صينية روسية متزايدة لانضمام مصر للمجموعة البريكس هي والسعودية وأيضا وأعتقد أن ده سيبقى مهم جدا لأن النقطة دي مهمة جدا لأن مصر ذاتها ثقل سياسي وأصبحت ذاتها ثقل اقتصادي كبير جدا وبالتالي سيكون هناك شراقات متميزة تطفي قوة لمجموعة بريكس